شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحكم اليوم افتتاح ملتقى ركائز قيم أصيلة الذي ينظمه مجلس الشرقة للتعليم وذلك في مركز الجواهر للمناسبة والمؤتمرات في الشرقة بتنظيم من مجلس الشرقة للتعليم حضر الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم افتتاح ملتقى ركائز قيم أصيلة والذي أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات فور وصوله اطلع رئيس مكتب سمو الحاكم على ما يتضمنه المعرض المقام على هامش الملتقى حيث استمع إلى شرح مفصل من الجهات المشاركة من مختلف المؤسسات حول جهودهم في إطار مبادرة ركائز التي تسعى إلى ترسيخ القيم الأصيلة والإيجابية في نفوس الأطفال والناشئة فعالية حفل الافتتاح بدأت بفيلم قصير تناول قيم التسامح والتعايش التي تزدهر وسط الإنجازات الثقافية في إمارة الشارقة ليتابع الحضور بعدها أوبريتا بعنوان الشارقة بلد التسامح قدمته مجموعة من طلبة مدارس الشارقة تحدث عن النهضة الحضارية والتعليمية والتسامح الذي يعيشه الناس من مختلف الجنسيات والثقافات في الإمارة عقب ذلك ألقى سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم كلمة أشار فيها إلى مبادرة الملتقى وأهميته باعتبار أن القيم والأخلاق هي الركائز الأساسية لبناء المجتمع حيث لا قيمة للتعليم دون قيم أصيلة ثم تمت دعوة الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم لتكريم شركاء الملتقى كما كرم رئيس مكتب سمو الحاكم أيضا المتحدثين الرئيسيين في الملتقى ويهدف الملتقى إلى فتح آفاق التعاون بين مجلس الشارقة للتعليم ومختلف المؤسسات والمنظمات والأفراد للجلوس معا والتفكير سويا لترتيب برامج وأنشطة طويلة المدى لحماية الناشئة من الأخطار والعادة الدخيلة على المجتمع اليوم في الواقع تطرقوا إلى قضايا مهمة جدا تمس المجتمع وتمس الطفل وتمس أسلوب الحياة بصورة عامة في المجتمع اذا كنتكلم عن داخل الإمارات أو بصورة عامة في المجتمع الدولي كذلك طال عمرت كان هذا اللقاء مهم جدا لأن نركز ونسلط الضوء على ثقافة وسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر قيم التسامح والسلام داخل الدولة وخارجها ركائز هي مبادرة في مجلس الشارق للتعليم هدف تعزيز القيم الإيجابية والحد من القيم والسلوكيات السلبية لدى بناءنا الطلبة ولا شك أن هذا موضوع مجتمعي الكل يساهم فيه والكل يدور في هذا الطرح ولا نتوقع ولا نعتقد أن في يوم من الأيام سنصل إلى ما تهدف إليه قائدتنا الرشيدة بدون القيم وبدون الأخلاق وبدون المبادئ هذه ركائز أساسية إذا كان المجتمع متسلح بهذه القيم بهذه الركائز فنفرح وإن شاء الله يكون مجتمع الدولة مزدر بأمره